سوق متحة باشا أو سوق الطويل انشئ عام 1878 في عهد والد مشق متحة باشا وعرف في العهد المملوكي بسوق جقمق نسبة إلى وجود خان جقمق فيه يبلغ طول السوق 1550 متر بدءا من باب الجابية وانتهاءا بباب شرقي ويقسم لقسمين الأول مسقوف بالتوتياء أما القسم الثاني مكشوف يختص هذا السوق ببيع الصناعات النسيجية والعباءات والأقمشة الحريرية والشراشف ومحلات البيع بالجملة إضافة للنحاسيات والموزايك ومحلات العطارة والأعشاب لا المستوى اللي هو أرضية المسجد الأموي أو الطرقات اللي حوالي المقابر باب صغير هذا المستوى الرئيسي اللي هو حاليا تحتنا بحوالي 7 أمتار تحتنا ب7 أمتار هو الشارع الرئيسي لسراتس اليوناني القديم وضع السوق حاليا بوضعه الحالي يعني عمره حوالي 270-280 عام إذا بدنا نشوف منسوبه قبل 270 عام الخانات اللي على طرفي الشارع منلاقيها عما ننزلها بأربعة خمسة ست درجات بينما سابقا كان نطلعها بثلت درجات أو درجتين مقصد سياحي أكتر منها جيد جدا من المحافظة أنه قامت بها العملية الترميم اللي هي أقرب ما تكون إلى الشكل التراسي بما أنه هذا كان طريق بولوس اللي هرى فيه بولوس من محاولة قتله فكل السياح بيمشوا فيه لا يمشوا على طريق بولوس وتتفرع من جهة السوق الجنوبية أسواق فرعية كسوق النسوان وسوق القطم وسوق الصوف والخياطين ويضم السوق عددا من الأماكن والبيوت التاريخية والدينية الهامة وما زالت عمليات إعادة الترميم والتأهيل لسوق متحة باشا مستمرة لإعادة تحديث السوق ومعالجة التشوهات والأمراض الأثرية لضمان بنية تاريخية سياحية داعمة للأماكن الأخرى التي تسخر بها سوريا مهدى الحضارات ترجمة نانسي قنقر